موسيقى عشر سنوات مرت على الانكسام الفلسطيني دون انهائه وسط محاولات كثيرة للوصول الى حل ينهي هذا الملف الموضوع كان عنوان ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني ودورها في انهاء ملف الانكسام والتأكيد على دور هذه المؤسسات في اصلاح منظومة القانونية والتشريعية بعد الانكسام هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في انهاء الانكسام ستركز مؤسسات المجتمع المدني على المنظومة القانونية والتشريعية التي جرت بعد الانكسام هناك خلال كبير في المنظومة القانونية والتشريعية ستبدو الجهد مؤسسات المجتمع المدني وفي اوراق عمل ستقدم خلال هذا الاجتماع من اجل تفعيل دور المجتمع المدني في عودة انسجام القضاء الفلسطيني وانسجام القوانين الفلسطينية معا هناك جهود كبير في موضوع المجلس التشريع سنتواصل مع عضاء البرلمان في المجلس التشريع من أجل عودة دور المجلس التشريع والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية مستقبلا في الأراضي الفلسطينية وخرجت هنا أصوات تدعو لضرورة وجود قوة ثالثة قادرة على إنهاء ملف الانقسام في ظل تنامي المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة كل الجهود والمبادرات التي بذلت من أجل إنهاء الانقسام لم تؤدي إلى أي نتيجة بفعل تنامي المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالانقسام سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وهذا الأمر يلقي على النظامات الأهلية وربما أيضا القوى الجديدة الناشئة في المجتمع الفلسطيني أعباء تتعلق بضرورة بناء قوة ثالثة قادرة على التغلب على أصحاب المصالح ببقاء الانقسام من أجل شق مصار جديد ومنذ حصود الانقسام الفلسطيني عام 2006 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة أصاب الشلل العديد من المؤسسات الهامة في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينها المجلس التشريعي إضافة إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد سنوات من انتهاء مدتهما القانونية جهد قاسم تلفزيون وطن مدينة رام الله